خلينا رفبر حضرتك يعني ايه تصرب الغلاف الجوي الحقيقة دي حضرتك ظاهرة بتحدث بقلها 60 سنة حكاية تصرب الجسائمات دي البرتكلز ببرة الغلاف الجوي الى الآوتر سبيس الى الفضاء الخارج طبعا ده شوفو يعني العكس ايه عشان كده المشكلة كانت في موضوع ان فيه جاذبية ارضية وتطلع برة ولا بتيجي جوه فالعلماء على مدار 60 سنة كانوا عارفين يعني بيحاولوا يتكهنوا ان دي خاصة بمجال مغناطيسي مثلا من الممكن هي بتشتغل بالعكس بتجذب الجسائمات دي برة الغلاف الجوي في حوالي في شهر ابريل اللي فات اتنشرت ورقة بحثية ضخمة جدا من علماء يعني اجلاء جدا عملوا دراسة على هذا الموضوع واتنشرت في مجالة نيتش مجالة عالمية طبعا كبيرة جدا وهي بتقول ان هذه الظاهرة تعزى الى وجود مجال كهربي حوالي 150 كيلو خارج الارض او الغلاف الجوي ودي بسبب اشعة الشمس وهي جاية بتعمل عملية ايوانا يعني ايونيزايشن دي يعني للمادة نفسها فعملت غلاف او عملت نوع من انواع المجال الكهربائي اللي خارج الكرة الارضية وخارج الغلاف الجوي فبقت بتجذب بسبب انها بتحلل المادة بسبب هذه الكهرباء الموجودة فبقت بتجذب اليها الجسيمات اللي داخل الغلاف يعني كأنه جسمه اخر جاذب يا فندم كأن في مجال كهرباء زي ما سنحن نتكلم مجال مغناطيسي لا ده مجال كهربائي اتعامل خارج الارض حوالي 150 كيلو بيجذب هذه الجسيمات على مدارة الستين سنة اللي فاتت لحنا رصتنا في هذه الظاهرة علاقاتها ابقى بالتغيرات المناخية علشان اكون امين مع السادة المشاهدين وحضراتكم الى الان لم يثبت فعليا كنوع من الادلة العلمية الدامغة ان لها علاقة مباشرة بالتغير المناخية وانا طبعا في رأي شخصي لو هذه الظاهرة ابتدت من ستين سنة من ستين سنة موضوع التغيرات المناخية ما كانش الحقيقة صحيح بالضبط كده فهو لو حاجة بتحصل من ستين سنة احتمالية ان هي تكون مرتبطة بالتغيرات المناخية انا اعتقد انها ضعيفة وان كان لابد من اثبات ذلك من المجتمع العلمي طيب جميل جدا ده كلام علمي جميل جدا ومحترم لكن يهم الناس اكتر ده تأثير ويعلينا هل هيكون لي اي نوع من انواع التأثير علينا حتى الان هذه الظاهرة لم يثبت انها لها تأثيرات ضارة على جودة او نوعية الحياة بالنسبة للمواطن على هذا الكوكب هي ظاهرة تحدث ويرصدوها حتى نقدر نتعلم اكتر ونشوف ايه في المدى البعيد ايه التأثيرات اللي علينا في هذه اللحظة حضرتك لازال البحث العلمي والمجتمع العلمي بيبحث فيه فعلا ما هي التأثيرات على الانسان اللي عايش على هذا الكوكب لكن اكيد لو كان فيه تأثير كبير كان بال لان حضرتك تقول ان الظاهرة دي من ستين سنة لو كانت فعلا حق ستين سنة يعني احنا كده اخدنا يعني بيانات ستين سنة لو حصل اي ضرر في ستين سنة حيبان ده الوقت طيب بشكل عام ايه هي العوامل اللي ممكن تؤثر على الغلاف الجوي للارض ترجمة نانسي قنقر